استقبل نائب وزير الخارجية لشؤون الإفرقية سفير حمد سندلوزا النائب أندرو ميتشيل وزير التنمية الدولية وإفرقية في بريطانيا تناولت المباحثات العلاقات السنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والإعداد البريطاني للقمات الثانية للاستثمار بين المملكة المتحدة وإفرقية المقررة عام 2024 كما تم تبدل الرؤى ووجهة النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وانعجسات الأزمة الأوكرانية على الدول الإفرقية